كشفت لجنة الخدمات النيابية، اليوم الاربعاء، عن عداد خطة لتوزيع قطع راضي لكل عائلة عراقية لا تملك عقاراً. وقال نائب رئيس اللجنة، باقر السعدي إن تركيزاً ألأى على عادة العمل بالمشاريع المتلكئة، وهناك خطة معدة لتوزيع لراضي على كل عائلة لا تمتلك عقاراً، علماً إن مساحة لراضي ستكون مئتان متراً، ووضح إن لراضي ستوزع في المناطق العشوائية واطراف العاصمة بغداد. وبين السعدي إن هذه لراضي سجلت ضمن مبادرة داري، وستوزع مقابل مبلغ مال بسيط وضمن التصميم لاساسي للعاصمة بغداد.